انا عارف ان الكلام ده هيجيب واجع دماغ بس يعني ليه يحصل ليه يحصل مجلس ادارة النادي الاهلي ممكن نقفل على بعض ونقعد نفكر ونشوف شكلنا بقى عامل ايه ازاي دلوقتي يعني مش عارفين نرد يعني الامور مش ده النادي الاهلي في مسألة الالتزام والكلمة الواحدة كلمة واحدة قيادة واحدة مش افعال ارتجالية ارجوكم اقفلوا على بعض وطلعونا كلمة واحدة كلمة لا تتغير ما هو انا يعني انا مش عايز بس اقول اسرار او اقول حاجات يعني هتسبب في احراج الناس كتير جدا جدا لكن ارجوكم يعني النادي الاهلي طول عمره مش كل واحد بيدراعه النادي الاهلي طول عمره كلمة واحدة لكن احنا دلوقتي بقى تويتر شغال فيسبوك شغال واحنا ماشيين طلعين بما بالنادي شغال فيديو ونقاعد في البيت شغال ده مش النادي الاهلي هي ادارة وادارة يعني تاريخها مبني على انك كنت تدخل فيش حد يسمع ايه اللي بيدوش في مجلس دارة طلع كلام بيان احترام خلصنا لكن انا اسف دلوقتي السيرة بقت على كل لساء انا اسف اني بقول كده يعني ارجو ان تعلموا انكم تجلسون في مجلس ادارة النادي الاهلي فانا كلنا طلبوا توحيد الكلمة يعني يبقى كلمة مجلس الادارة واحدة قراراته واحدة وعلى الجميع والتزامه واحد ومش كل الناس تقدر تتكلم باسم مجلس وقعدوا مجلس الاهلي ده عليهم ضباطات كثيرة جدا لازم يلتزم بيها فاتمنى يعني انا سامع انه عندهم اجتماع قريب اتمنى ان نحط باقي القانون الاساسي الداخلي اللي احنا تعودنا عليه من النادي الاهلي القانون الادبي القانون اللي يعني يبقي على احترام الاجيال لهذا الكيان الكبير اللي احنا تعودنا عليه كنتش بتسمع عن الكواليس دي ولا بتسمع عن المهاطرات دي ولا اي حاجة من الحاجات دي كلها اما بقى فيما يخص واقعة بعينها وبرضو والارزاق على الله فاحنا محتاجين نعمل شهود واقعة لانه بصراحة يعني في ناس مظلومة وفي ناس مجني عليها وفي ناس بتيجي سرتهم يعني بشر ولكنهم ارادوا كل خير لكن الوقائع وحضور الوقائع كان مختلفا تماما وكان في حياة كتيرة جدا ولكن يعني مش عايزين حد يحرج ومش عايزين نسبب احرج لحد ومرة تانية يعني طموحي واملي في مجلس ادارة النادي الاهلي انه اللي حصل خلال السنتين اللي فاتوا اللي حصل خلال السنتين اللي فاتوا بما به من اخطاء وبما به من عدم وحدة تاني بما به من اخطاء وبما به من عدم وحدة ارجو ان انتو تتغلبوا عن هذه العيوب عشان لما تتعاملوا مع اي شخص او مع اي كيان او مع اي حد يبقى لكم كلمة وحدة يبقى لكم ممثل واحد ولا يمثل النادي الاهلي الا واحد ولا يتحدث الا واحد والمواقف تكون واحدة وتحبوا اللي تحبوه مع بعض وتكرهوا اللي تكرهوه مع بعض ما تبقاش تعمليها ماشا كده تاني نحن في حل عن ذكر وقائع لكن عندنا امنيات لكل عضاء مجلس ادارة النادي الاهلي ان هم يعني يصوبوا ويصححوا كل هذه الامور شكرا